معي عبرزوم الآن واحد من المدربين لتعلقه في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة مع منتخب فنزويلا فرناندو باتستا المدير الفني لمنتخب فنزويلا والمدرب السابق لمنتخب الأرجنتيني الأولمبي يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معي أشرف لي أن أتواجد معكم وأن أتحدث معكم فيما يتعلق بكرة القدم برنامج رقم عشرة أنا سعيد للغاية لوجودي معكم في التلفزيون المصري بالتأكيد سؤالي الأول لك يخص منتخب فنزويلا وأداءه وأداءه المميز جدا في دول المجموعات تحديدا رأيك فيما قدمه منتخب فنزويلا في هذه البطولة مؤخرا أعتقد أن الانطباعات إيجابية خرجنا بإيجابيات كثيرة من مشاركتنا استطعنا أن نقدم مباريات قوية سواء في دور المجموعات فزنا بجميع مبارياتنا في دور المجموعات ثم للأسف ولكننا للأسف خرجنا بركلات الترجيح وبصعوبة كبيرة أمام منتخب كندا ولهذا أعتقد أن الانطباعات بشكل عام جيدة كانت بطولة مهمة بالنسبة لنا واكتسبنا فيها كثير من الخبرات وأتمنى أن نواصل على هذا المستوى فيما هو قادم